طب وعلى كده في قطع موسيقية تم تألفها من أيضا روبوتات أو حواسب تعتمد على ذكاء الصناعي كتير جد حضرتك بقت الأدوات سهل قوي كمان كل الأغاني اللي احنا بنشوفها مطلق عليه أغاني المهرجانات 90% منها بيتم عن طريق خارزمات ذكاء الصناعي بخش أقوله والله قادي النص حطيلي عليه لحن أغير فيه شوية تحول إلى لحن فعلا فعلا احنا عملنا نادوة في الموضوع الضحية برضو في دار الأوبرا المصرية تكلمنا على الموسيقى في عصر الزكاء الصناعي العالم جديد مش هنعرف أنه نقف بنفس المفهين القديم طبعا إذن الأكديمية الفنون طيب؟ كل حاجة ما هو أصله هو الإبداع زي ما قلت الحكة هو يعني ميزة بشرية خالصة وفي النهاية يعني فيه مدارس فنية وتذوق هذه المدارس الفنية ما يعتمد على يعني كينونة الإنسان ومدخلاته اللي بتطلع مخرجاته فإزاي يصبح هذا الأمر يعني صناعي؟ هو مش هيطلع صناعي بنصب بنفس المية حقيقة وعلشان كده احنا بنتكلم على خارزمات الزكاء الصناعي أو أدوات الزكاء الصناعي هتبقى مساعد للبشر بشكل كبير هي مساعد زاكي جدا للبشر علشان يرفع إمكانياته ويرفع درجات إنتاجيته ويرفع قدرته حتى على الإبداع بشكل مختلف فبالتالي احنا قدام وضعية حقيقة لسه كلنا بيحصل لنا استكشاف لهذه الوضعية الجديدة علشان نبقى قادرين أن احنا نتعامل مع هذه الأدوات بطريقة مختلفة وحتبقى دايما فيه صراع بالمدرستين المدرسة التقليدية والمدرسة الأكثر تطورة ومفتاحا على هذه الأدوات الجديدة وفي الآخر التكنولوجيا هتفرض أدواتها وتفرض نمزج أعمالها علينا شيء لا أملمناش فاحنا محتاجين أن نبقى مستعدين لهذا العصر الجديد إن الآلة اللي هي دور كبير جدا الآلة فيها قدرة رهيبة على السرعة والإتقان والابتكار حاليا فلازم استغله علشان أبتكر أسرع وأبتكر بطريقة مختلفة وطبعا ده قد يؤثر من السلبيات اللي احنا ممكن نتخيلها طبعا سوف يؤثر على قدرتنا لابتكار حاجات كتيرة جديدة نتيجة اعتمدنا على هذه الألات هيزيد بالوقت احنا بنشوفها في الطلبة بتوعنا في الجامعة بنشوفها في حاجات كتيرة جدا وحنا النهاردة بنقولهم احنا استخدموا هذه الأدوات بس أنا محتاج أن أنت تتفكر بتفكير نقدي وتفكير إبداي علشان نقدر بناء على هذه المعلومات أنا عوز برضو رؤيتك وبصمتك الشخصية فنفس الحكاية هيتم في الفند برضو ده بيحصل يا باش مهندسي يعني لما في الكوليات الأدبية اللي بتبقى قائمة على فكرة إن الولاد أو الشباب يعني بيبقى عندهم مجال الإبداع أو إنهم يكتبوا حاجة أو حتى في الدراسة المختلفة بيبقى عندهم إنهم مثلا بياخدوا عناصر وبيعملوا هما نهايات للستوري أو للأي إن كان بقى اللي بيكتبوا يعني لما بيستخدموا الزكاء الاصطناعي عشان يطلع نهايات مختلفة كل واحد بيحط العناصر برضو من عنده يعني في الأول أو في الآخر برضو الإنسان حيفضل انفولفد أو حيفضل مشتبك مع الإي آي فإنه هو عشان يطلع الأند برودكت أو يطلع المنتج النهائي موافق تماما عشان كده بقول دايما وإلا هتطلع ديه زي ديه زي ديه بالزبط الزكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة حاليا ليا علشان تزود الإنتاجها بتاعتي تزود قدرتي على الابتكار الأكتر والأوسع هتفتح لي مدارك جديدة هتفتحني أو هتوريني زوايا ممكن ما تكونش شافة كبنة آدم